ننقل لكم جنازة المجاهد والمحامي علي يحيى عبد النور في هذه اللحظات كما نتابع إياكم مراسم جنازة المجاهد الحقوقي علي يحيى عبد النور الذي وفته المنية يوم أمس الراحل من موليد جون في 1921 بضائرة عين الحمام بولاية تيزي وزو والتحق مبكرا بصفوف الحركة الوطنية وناضر ضمن حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية وتم اعتقاله بصفته عضوا في نقابة المعلمين بعد الإدراب الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني ولم يطلق صراحه إلا عام 1961 عقب الاستقلال ترأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وانتخب عضوا بالمجلس التأسيسي وتولى عدة حقائب وزرية كالأشغال العمومية والفلاحة تفرغ بعدها لمزاولة مهنة المحامات والدفاع عن حقوق الإنسان وأسس عام 1983 الرابط الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعترف بها رسميا عام 1989 يعتبر إذن الفقيد علي يحيى عبد النور عميد المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر ورفع لصالح الحل السلمي للأزمة التي مرت بها البلاد أثناء العشرية السوداء كما واصل نظاله في مجال حقوق الإنسان رغم تقدمه في السن وتراجع وضعه الصحي ونذكر أن الفقيد علي يحيى عبد النور خلف وراءه مؤلفين بعنوان الجزائر أسباب وحماقة حرب صادر عام 1996 ومؤلف كرامة إنسان الذي صدر له عام 2007 إذن هذه مراسم جنازة المجاهد الحقوقي علي يحيى عبد النور كما نتابع وإياكم مشاهدين في كل مكان كان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قد بعث يوم أمس برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة أرفقائي الفقيد المجاهد والمحامي علي يحيى عبد النور الذي وافته ألمانية يوم أمس الأحد عام عمر ناهز المئة سنة مشيدا فيها بمساره النضالية طويل حسب بيان لرئاسة الجمهورية يوم أمس بيان رئاسة الجمهورية يوم أمس جاء فيه إثر وفاة المجاهد والمحامي علي يحيى عبد النور طيب الله ثراه بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد وذويه ورفاقه المجاهدين أشاد فيها بمساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية وأثناء طورة التحرير المجيدة وخدمته للجزائر المستقلة أعرب رئيس الجمهورية في رسالته عن خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهما أهله وذويه جميل الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون كذلك من جانبها الوزير الأول عبد العزيز جراد بعث برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد وأبرز فيها المحطات النضالية الطويلة التي ميزت مسار حياة الحقوقي علي يحيى عبد النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر